كشف رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبة الحلبوسي عن حراك نيابي وسياسي لإقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ 18 عاماً وقال الحلبوسي إن هناك حراك نيابي وسياسي لتقريب وجهة النظر وتوحيد الرؤى بين مختلف القوى السياسية العراقية من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ عام 2005 وأوضح أن إقرار القانون سينظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية فضلاً عن تنظيم الإيرادات النفطية كما أنه يمكن أن ينهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية وأشار الحلبوسي إلى أن لجنة النفط النيابية ومجلس النواب يعملان على إقرار قانون النفط والغاز بأقرب وقت وتحديداً بعد إقرار قانون الموازنة العامة ترجمة نانسي قنقر